بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي النهاردة معاكم مستر أيمن فاضل عشان نكمل سيشن الفيزيكس وطبعا احنا جزء اللي وقفت عنده مسهالة جزء شابتر 2 خلاص أنا عاينا شابتر 1 وشابتر 2 وطبعا النهاردة وهي كده عمل لكم ريفيزين بسيط بعد ريفيزين هتلاقوا فيه لينك على المنصة طبعا تست او الكترونيك تست كده اختبار الكتروني على اللي احنا هراجحها على الشابتر 1 النهاردة يلا نبدأ مع بعض الجزئية الاولى كده تعالوا نشوف اول سؤال بيقول ايه هنا بيقول ايه بقى عندنا ولاد in the opposite figure the point d is connected to the earth لو انا بصيت على ال point d اللي عندي هنا طبعا متوصلة لي في ال earth then the voltage difference between a and b هو هنا عاوز يحسب ال voltage difference between point a d and point b طبعا السيركت اللي قدامي دي واضح للأول هي فيها طبعا number of resistors عدد من المقاومات وكمان فيها طبعا two batteries اه ال value بتاع الباتاري one five volts and the second twelve volts طبعا خلاص دماغنا هتروح لاستخدام اه كارشوفز لوز اه and maybe we can use اه اه اونز لو فور سيركت تعالوا نشوف مع بعض الاجابات بتاعتي او هو بيسأمني هل ال voltage عند between a and b eleven or nine volts and eleven volts نبدأ مع بعض شوف الفجر ده هنحلله زي بقى مع بعض كده هنبدأ في الانصرز التحتي انا لما ابدأ اه اولاد في السيركت اللي قدامي دي عندي رجعت لها تاني عشان ادرسها هلاقي ان احنا لو استخدمنا كارشوف عندي للجزء اه 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 لوز قوانين كارشوف بس في البداية انا عاوز اقول على حاجة انا لو لاحظت تو اومز عندي او رزيستورز تو اوم ان تو اوم ار كونيكتد هنا ان بارلل فوصلهم بارلل وممكن في الاول كده اعمل سيمبلايزينج للسيركت ابدأ ابسط الدايرة قدامي يعني لو انا خدت الاكويفلانت بتاعتهم ممكن اجي هنا واقول ان ار اكويفلانت اللي عندي للبارلل طبعا هما ار ايكوال تو ان تو يبقى القيمة المكافأة لهم هي وان اوم ده معناه ان انا ممكن ابسطة السيركت دي خلاص انا مش محتاج الجزء اللي عندي ده السيركت بقت عندي هاعتبر ادي الشكل عندي بتاع الارس ادي الجزء اللي انا موصله عند البوينت بي وطبعا خلاص النقطة من هنا انا كنسلت بقى دي ابدأ اتعامل مع البوينت اي اللي عندي على الفيجر هنا للمقاومة اللي قدامي دي وهنبدأ نشوف شكل الدايرة اللي عندي هيبقى شكلها ايه بعد ما عملت سيمبلايزينج طبعا فكيت الترتيب شوية او بسطت السيركت اللي عندي ادي تويلف بولز وبعد كده ماشي عشان اكمل الاكويفل او الاومز البوينت ايه زين الباتر التانية اللي عندي بس واضح الناس تركز معي ان الباتري التانية اللي موجودة عندي مع الباتري الاولى هنا واضح انه هما عشان احنا هنستخدم الايه الديفرنس بتوين تو ايه باترز دي قيمتها فايف بولز والقيمة بتاعت التويلف بولز انا كل اللي انا عملته خلاص جبت الاكويفلنت هنا ومع التو اومز والتو اومز طبعا اداتني اكويفلنت وان فسميت المقاومة اللي عندي دي باقت وان هي المكافئ بتاعهم في الشكل ده وبدأت اشوف هنا تو اومز ادي تو اومز وبعد كده هنا المقاومة اللي كانت موجودة تو اومز وادي البوينت بتاعتنا اه اف اند ايه وهنا في البوينت بي طبعا انا برسم في الدايرة بشكل مبسط عشان هنبدأ نشوفه الخطوات حضرتك لو بصيت كده على اول خطوة خلاص انا لو الاثنين بتارز الاول دول فانا بجيه اطبق كيرشوف طبعا اه ساكند لو هجيب السوميشن اه بوتينشيال اول الكتروموتو فورس ايكوال طيب هنا يبقى على طول بجيب الديفرنس يعني اللي عندي هنا مينوس فايف اه دي البتري الاولى القيمة بتاعتها وادي البتري التانية ايكوال تعالوا نشوف بقى الاي اه في الار اكوازلانس اللي احنا نستخدم الكزا يعني خط الاي توتل هنا وتعالوا بقى نشوف هنا بقت وان عندي تو وتو وتو والقيمة هنا اصبحت وان يعني المقاومة اللي هنا اللي احنا رسمناها تو اوم مع تو اوم مع تو اوم ادي سري بالاتنين والواحدة قيمتها تو اوم بلاس الوان لاني كل اوم هنا ار كونيكتد ان سيريز تو من هنا لو انا قلت هنا ايكوال سبن يبقى عندي ايكوال اي طبعا ايكوال سيفن اي يبقى ده معنا ان الاي كده بوان امبير طب وبعدين تعال نشوف ايه اللي طلبوا مني تاني رحنا نحسب البوتينشال ديفرنتس عند البيونت ايه طيب هنحسب عند البيونت ايه تعالوا نشوف كده طبعا الاي عندي بوان مرت في الاوم اللي عندي تو اوم بلاس وانا ماشي ابني في الباص المصاري اللي قدامي كده انا هبدأ اجيب البوتينشال عند البيونت ايه قولت البي ايه عندي اللي موجودة ايكوال وان مرتبلاي تو الطيار اللي بيمر اللي هو الاي مرتبلاي الاومز اللي عندي اتنين بلاس التويلف اللي عندي هنا مينوس هنا في وان مقاومة اوم طبعا احنا رسمينها طبعا وان مرتبلاي وان فين الوان اللي عندي التانية ما يا مستر انت قلت الاي بوان والار اللي عندي هنا وان ادي الايكوال والاي اللي بيمر فيها وان يبقى ده معناه اني اللي قيمتها بتساوي عندي في الجزء ده ميبي ربما طبعا بتساوي طب ما هو البي ايه يا مستر لو احنا ملاحظين يا ولاد البوينت هنا متوصلة للارد ومعنى متوصلة للارد طيب هو كده اللي عندي هنا بي ايه ماينوس القيمة دي بتساوي في بي ايه او طب ما هو البي ايه عندي باي زيرو عشان متوصلة للارد يبقى انا كده ممكن اقول اني البي ايه ماينوس كل الجزئية اللي عندي دي تو بلاس طبعا تول فورتين يبقى ايكوال عندي القيمة اللي عندي البي ايه كده هتبقى ايكوال ناين فولز ودي القيمة اللي هي او مدهالي هو عندي في المسألة هادي قيمة الار ايكويبلاند كده ايه البي ايه طبعا هتبقى ايكوال زيرو عشان is connected with the earth طبعا يبقى قيمة البي ايه ناين فولز عندي هابدأ اروح اجيب البوتينشيال عند البوينت بي روح تعسب البوتينشيال عند البوينت بي عن نشوف عند البوينت بي بقى لو انا بدأت من البوينت بي اولاد هنا اقول في بي بي بلس تويل عندي ماينس الاي اللي قيمتها عندي بقى دي وان بقى خلاص ونقوم ملتبلاي الكارينت بوان امبير وبرضو هسويها بالبي ايه يبقى ده معناه اني سينسي كمان اني بزيرو سو قيمة البي بي تعالوا نعوض بقى مينس وان ملتبلاي تو مينس الفايف الفايف عندي القيمة اللي البتر التانية نيجاتيب وان ملتبلاي فور طبعا فور عشان القيمة بتاع الريزيستنس اللي عندي بقت الاتنين انتو بقوا الاتنين سيريز سو في بي ماينس وان باي تو ماينس فايف ماينس وان باي فور ايقوال في اي وزا ما احنا عارفين كده انا هقدر اقول اني قيمة البي بي عندي اللي موجودة هتبقى القيمة واضحة لنتبنى كده بالنتيجة كده البوتينشال عند البي بي خلاص اقلنا ايقوال بي اي سو البي بي ايقوال ايليفن يعني انا لو رجعت يا مستر لي الشويس عندي هتبقى قيمة البي اي ناين والبي بي ايليفن اللي نظر هنا بقى نركز اولاد في السيركت اللي قدامي دي شبكة اللي قدامي دي موضحة يعني عبارة عن وفيه طبعا وفيه اميتر وفيه طبعا لما السيركت اللي على الدايرة ده بيحصل له يعني انا بفتح السيركت اللي قدامي دي ايه اللي بيحصل عندي اولاد نركز بقى كل جزئية دي شوية بقول عاوز طالب مني لما السيركت يبقى ايه اللي بيحصل شوك السؤال بتاعنا طالب مني الاميتر ريدنج ايز فيمت او قراءة الاميتر اللي عندي هدي ايه بيطلبها مني هل هي زيرو بوينت اي امبير او زيرو بوينت سري امبير فيمت طبعا الاميتر اللي موجود عندي في السيركت او زيرو بوينت فور امبير او زيرو بوينت فايف امبير طالب مني نومبر تو ان انا اقدر اعمل الى اللي موجودة عندي على الفيجر اللي قدامي ده هل هي سري فولت سيكس فولت سور ناين فولت سور سويلب فولت هنبدأ مع بعض نشوف شكل الانصر ابدأ منين يا بسدر فاول استيب عندي طبعا السيركت قدامي تاني عشان نبدأ ندرسها مع بعض في البداية كده ابدأ اقول النومبر اي حضرتك طالب مني الريدنج بتاع الاميتر طب ما يا مستر لما اجي احسب يا ولاد الريدنج بتاع الاميتر لو انا استخدمه طبعا طالما فيه 2 باترز هستخدمه اه كيرشوف ساكند لو طميشن الاكتروموتف فولز ايكول صميشن البوتينشيال ديفرانسيز تمام طيب انا اطبق الالاقة دي ازاي عندنا يا ولاد لما نيجي نطبقها تعالوا نشوف البوتينشيال ديفر او الالكتروموتف فولز اعاوض اجيب الصميشن واضح ان الباتاري الاولى تين بولت لو انا استخدمت الباص او المساري اللي عندي ده طبعا الكيز اوبند معناه كمان قبل مبدأ اني البرانش اي بي الفرق اي بي اللي عندي ده خلاص هيكانسل يبقى انا كل شغلي عندي في السيركت اللي هي الاوتر طبعا المساري الخارجي بعد ما بدأ اكانسل او اشوف الجزء التاني عندي اي بي خلاص از نكليكتد ابدأ اقول طبعا مع هلاقي اني الاي التوتل عندي لما باجي احسبها احسبها ازاي في الباص الخارجي تين بولس اكوال وانا ماشي ابيني سيفن اه طبعا بلاس وان ملتبلاي الاي اللي عندي طبعا وان دي عندي الانترنال ريزيستنسية وان اوم جنب الباتاري كما احنا شايفنا بلاس وانا رايح ابيت الي طبعا uh 12 i طبعا or 2 i عندي القيمة بتاعتين اين black ابيت الي اي 2 ملتبلاي اه طبعا المقاومة بتاعتي ايه والكل ده 20 اي صوة الاي عندiliz ي targeting انا ممكن احسب ان قيمة الاي الموجودة هي 10 over 20 هتبقى الفاليو بتاعت الاي 0.5 أمبير But when we need to calculate عشان نقدر بقى نحسب الـ value بتاعة الـ voltage أنا بصيت على الـ potential at point B اللي هي كانت is connected with the earth ما هو الـ potential عندها بـ 0 فأنا لو بدأت كده قلت الـ VC يعني الـ potential difference عند الـ point C minus الـ potential difference عند الـ point B equal IR ما هو الـ potential difference يمساً عند الـ V بزيرو because it is connected to the earth يبقى الـ potential بتاعها بزيرو ثم الـ VC كده equals الـ I في الـ R والـ I حضرتها تجبت قيمة الـ I لو أنا بصيت عليها لقيها 0.5 ثم VC equals 0.5 multiply الـ R بتاعتنا اللي هي from C to B اللي مر فيها الـ current ده كانت 12 ohms بقى كده خلاص أنا عرفت أن الـ VC طلعت بـ 6 طبعا false يبقى أنا قدرت depending on اعتماداً على تبقى كده قدرت الأول في حالة أن المفتاح ده كان مفتوح عملت neglecting للـ branch A to B واعتمدت على outer path للcircuit لقيت أن أنا لما حسبت summation VB equals summation potential difference لقيت أن I طلعت بهاب أمبير بدأت أقول خلاص حضرتك عاوز تحسب potential difference عند point C ما هنا لو عملت difference ما بين BC والبي كتتت connected to للـ earth يعني potential difference عندها بزيرو ده معنى أن VC minus VB equal IR I خلاص في متى موجودة معايا أولاد 0.5 وال I أو R عندي اللي مر فيها الـ current هنا كان 12 so VC equal 6 volts هنروح ل third application طبيق جديد عندنا تعالوا نشوف بقى الفكرة بتاعتنا دي بتقول A and for the opposite figure is a part of circuit الشكل اللي قدامي ده هو جزء من زيرة تمام if the voltage at points D C and A is 6 3 and 30 يعني لو أنا respectively على الترتيب لو أنا لاحظت أن عن C عند D point D كان 6 volts عند C كان 3 volts عند point A 30 ف هو كده ممكن نقدر نعمل determination ل I 1 I 2 and I 3 على نشوف فكرة الحل بتاع ك هو بدينا طبعا بتاعتي في التابل القدامي ده أن 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 I 1 5 ampere وال I 2 3 ampere وال I 3 2 or I 1 5 ampere I 2 2 ampere I 3 3 ampere or I 1 3 ampere I 2 1 ampere I 3 2 ampere or أن I 1 بتاعتها 2 ampere وال I 2 5 ampere وال I 3 3 ampere هو بيسألني عندي طبعا أقدر أتعامل ازاي مع التطبيق اللي قدامي ده هنشوفه طبعا بالجوء ازاي بدأت أروح للأنصر احنا هنا هنتعامل مع فكرة جميلة جديدة فيها جدول قدامي واده السيركت الفارس اللي احنا قلنا عليه في البداية قلت له خلاص أنا هطبق اه سيجما اي 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 او تو لو انا بصيت اي وان اللي داخل السيركت اللي عندي دي ها دي قيمة الاي وان اي 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 تو مع طبعا اي سري طبعا كده انا بدأت اعمل تطبيق لي الجزء ده اللي قدامي زين بقى روح تقول اي قلت له بقى هنعمل اي في الفكرة دي هشير كل اه value لل اي وان واعمل substitution اي وان هي عبارة عن با مينوز بي اوبر ال روان وان اي اي كانت عبارة عن بي بي مينوز بي سي اوبر ال روان اي 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 بي مينوز بي دي اوبر روان روان يعني كل قيمة قرنت روح تجيب ال resistance اللي مر فيها ال current ده مع ال potential difference between zero points طب وبعدين نحن نشوف واضح اننا لو استخدمت ال data اللي موجودة عندي على السيركيت اللي قدام ياولاد هلاقي ان ال va قيمة ال va عندي طبعا 30 مينوز ال vb لانه اقالي طبعا في الاكزامبل over 3 قيمة المقاومة هنا 3 equals vb مش موجودة ولكن vc موجودة طبعا ب3 over 6 المقاومة بتاعتها plus vb minus طبعا vd اللي هي قيمتها 6 for 6 طبعا vols over r بتاعتها 3 ونبدأ نحل ال equation دي عشان اطلع vb ومن هنا هقدر اطلع i1 وi2 r3 لقيت ان vb بقى من اول equation لقيتها 15 vols by mathematical and solving these equations المعادلات اللي انا بحلها دي هقدر اتعمل معها ازاي عشان اطلع قيمة vb اللي عندي لقيت ان الاكويت الاكويت الاولى منها vb equal 15 vols على طول اجري اروح احسب بقى عشان ارجع اعطني الايوان اطلو سمس ان الايوان equal va minus vb over r1 خلاص 30 minus vb عندي احنا حسبناها 15 طبعا r1 اللي موجود على السيركت كانت بسري so the value of i1 equal 5 ampere and similarity بنفس الفكرة اروح ل i2 الاقي ان i2 equals vb minus vc over r2 vb خلاص احنا حسبناها 15 vols minus قيمة vc عندي and 3 over r2 from the circuit كانت عندي 6 ohms so i2 equals 15 minus 3 over 6 equals 2 ampere and i3 using equations or the relation vb minus vd over r3 وطبع vb عندي 15 vols minus lvd here can 6 vols over 3 ohms so the value i3 3 ampere يب انا عندي l-i1 كده بقى 5 will i2 بقى 2 will i3 بقى 3 so the correct answer is letter b in the table or the second row او صف التاني لعندي 5 2 3 اتنقل لانOTHER APPLICATION هنا بقى فكرة circuit بس بشكل ديد او بفكرة تانية يقول لي in the opposite circuit كارشوب's law can be applied in the closed law ADCBA يقول ان السيركت اللي قدامي دي كارشوب's law قانون كارشوب ممكن يتم تطبيقه على المسار ADCBA ده ما احنا شايفين على البيجر هو بيسألني بقى هل لما بعمل applying للكارشوب's law هل عندي the first choice عندي is correct هل هو 2i plus i2 plus 4 هو العيدين 0 ولا لما طبق كارشوب's law هتبقى 2i minus i2 minus 20 equals 0 or 2i1 minus i2 plus 4 equals 0 or 3i1 يعني any equation or which equation is correctly according to the circuit and when we can apply the كارشوب's law which equation is correct according to كارشوب's law مين هنا او achieves اللي هتحقق كارشوب's law مين بقى الاكواجين اللي هتحقق المعادلات اللي عندي او الاكواجين الوحدة اللي هنا سوري اللي هتحقق الكارشوب كارشوب's law تعالوا نبدأ فكرة السؤال الاجابة بتاعتي برضو دي ستيركت موجودة معي عشان نقدر نتابع معها الاجابات لو حضرتك عاود ستطبق وتستمسج العلاقات او بلازم على طول اجري او لا استخدم كارشوب's فيرست law طبعا سيجما يعني سميشن كارنت او انا بسيط بقى على هلاقي ان عندي ايوان دي طبعا القيمة الموجودة التالي للداخل اه از استرابيوتد توزع بالقيمة اللي قدام دي خرج من ال راح دخل طبعا وخارج من ال عندي في قيمة ايوان فانا اقول ان ايوان مع ايوان كان جاي لهم من على يعني على يمين الدايرة دي لو بصيت على الرسم كده هلاقي ان القارنت اللي ماشي ده لما راح يتحرك في الشكل اللي قدامي ده ووصل هنا كده بدأ يحصل عند النود دي اتوزع هنا عندي ازا ما احنا شايفين ل ايوان وتوزع على ايوان على طول قلت له ايوان 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 هو بتاعهم طبعا اي تري هروح بقى خلاص انا عشان اقدر العلاقات فقلت خلاص هروح اعمل بقى جمع الباتري الاولى واحنا ماشيين كده بيقى بنا طبعا خلاص اينا احنا اتعودنا ولاد بقى هنا باتري تمانية فولت هنا باتري الاتنين يبقى لازم اجيب يبقى ايوان ايوان انا عندي مقاومة مع ايوان ايوان ايو ايو عندي مهي باتاعتها المقاومة باتاعتها ايوان اعمل عن ايوبا عن ايوان ايوان هنا ايوان امodo ايوان اي موجودة. شلنا اي موجودة. شلنا اي موجودة. من المعادلة دي اللي قدامي. لقيت طبعا موجودة. وبعدين. وبعدين عملنا ايه? بدأنا نشوف الشكل معنا. لقينا ان قيمة المعادلة بتاعتي او. textraction عندي المعادلات هيبقى مديني طبعا. to i1- i3- i1 هتبقى المعادلة بتاعتي اللي موجودة عندي او اسويها بالزيرو. عشان ابدأ اتحرك. طيب، وبعدين كده لو انا جيتت قلت سي مسلا يا ولاد انا هروح ابتخدم بعد ما اجيب طيمة الفكرة بتاعت انا اللي عندي اا اي سري ماينس اي وان ماينس فر ايكوة زيرو كده معناها على طول كده يبقى اي طبعا عندي ماينس لو انا اصبرت المعدلة اللي قدامي دي. اي ثрий طبعا نيجاتيب اي ثري بلاس اي اي وان سوو يبقى القيمة بتاعت ثلاثة اي وان عندي ماينس اي ثري لان انا عندي هنا постоء اي وان واي اي هيديني على طول سري اي اي م�نس اي ثري نيجاتيب فور اي وزيرو. يبقى انا كده هقدر استخدم العلاقة وقلت الش Pakistani معادلات اللي عندي تبقى المعادلة الاخيرة هنشوف فكرة جديدة التطبيق ده بقى ولاد مهم شوية لان احنا بنستخدم فيه عندي طريقة استخدام الطريقة بسيطة جدا يعني لو انا جيت بسيط على الفكرة دي اللي قدامي هلاقي ايه بيقول the opposite diagram is part of circuit then which in the table expresses the values of vab and vb and r يعني عاوز من التابل اللي انا موجود قدامي ده عاوز قيمة ال vab وعاوز قيمة ال vb وعاوز قيمة ال r لو انا بسيط برضو على السيركت هلاقي موجود فيها ايه فيها two batteries فيها بطليتين عندي and the number of resistors عندي four and six and five and r three ohm and two ohms and outer بقى resistance اللي هي seven ohm عند ال point b هو طالب مني قيمة ال r اللي هي ال r total قيمة ال vb اه ال elektromotive force total ايه اه طبعا اه ال r and v ab between the points from a to b تعالوا نبدأ نفكر مع بعض في الفكرة الجميلة دي ونبدأ الجدول ابدأ بايه على طول اروح ابدأ بالعلاقات اللي انا هستخدمها عندي واقول لو انا روحت على two parallel branches الفرعين اللي four six وطبعا وثري وتو الاقي ان الاثنين are parallel وده معناه لو انا قلت three five four plus six equals two five plus r لو انا شفت اللي عندي دي ودي طبعا اكويرجنز اذا بعملها عشان اقدر استنتي قيمة ال r اللي موجودة عندي اقول to the r equal اه لقيها صلة عندي بتين اومز and to find the elektromotive force vb we must calculate i1 by applying هحسب ازاي ايوان اروح اعمل applying للكرشوفرسلو اقول له لو انا روحت اطبقت ايوان من الشكل اللي قدامي ده طيار الاولاني اقول له equals six minus three plus two بين six three plus two يا مستر لو انا بصيت عندي الايوان اللي داخل عندي للطيار هو عبارة عن السكس اللي موجودة النمبر سكس القيمة بتاعتنا اللي هي موجودة عند الاي هنا minus three multiply طبعا او three plus two equal one امبير كده انا جبت قيمة الايوان طب وبعدين يا مستر اروح اعمل ايه لازم على طول طالما انا جبت قيمة الايوان اروح على الباص اللي موجودة عندي اللي تحت ده وهطبق عندي كيرشوفز طبعا على الباص ده لقيت لما بطبق الكيرشوفز في ساكند لو ان ان البابي الباتل اللي عندي دي هي قيمتها النومن احنا عاودين نحسبها equal بصوا بقى وانا ماشي التو عندي ايوان انا بطبق على الباص اللي ده five plus ten لان انا عندي قيمة الار او الايوان كلها تين طبعا موجودة minus one اه by two three plus one اثنين وثري وان القيمة بتاعتنا الموجودة يبقى انا كده هروح اجيب الفي بي طلعت عندي 24 فولز كده انا حسبت الفي بي طب يا مستر الفي بي 24 فولز واروح اطبق بقى في ايو ما انا عاوز اجيب البوتينشيل بتوين ايو بي انا حسبت الفي بي هروح اعمل اه كالكوليتنج ليه الفي ايو عشان اجيب البوتينشيل ديفرانس بتوين زين ما بينهم الاثنين قلت له ان البي ايو عندي عند البوينت ايو ماينس سيكس قيمة الستة اللي احنا شغالين بيهم الاي طبعا قبلتني مقاومة four plus one المقاومة الاولى ادخلنا بيه احنا حسبناها القيمة بتاعت الطيار طيب plus twelve قبلتني battery twelve minus two قيمة بتاعت الطيار عندي two طبعا براكت ten plus five لان احنا حسبنا قيمة المقاومة دي بقت بتن ودي طبعا مع الفيب كل ده هيديني مينس طبعا six by seven طبعا الستة الكارنت اللي عدوا دول by seven المقاومة اللي برة دي عندي عشان اروح للبي او اسويها بالبي بي لقينا ايه بقى مستر لقينا ان في ايه مينس بي بي طبعا في بي موجودة يبقى في ايه مينس بي بي ايه طلعت كل ده ببوزيتيف ان ده اخر صايد اه طبعا ال بي بي توينتيفور يبقى الفي عندي الفرق ما بينهم ناينتي اه بولتز تطبيق جديد هنا عندي بيقول in the opposite circuit the voltmeter reading is عاودي يجيب قراءة البولتاميتر ده اللي عندي موجود هنا طبعا برضو فيه وفيه 2 resistors R1 و R2 وقيمة كل واحدة هو بقى بيسألني هل الريدنج بتاع البولتاميتر اللي عندي ديه 4 volts or 8 volts or 12 volts or 14 volts لو انا رحت اشوف التطبيق ده عشان اقدر اتعامل معاه هلاقي ان الفكرة دي القيمة الموجودة عندنا هنا فيها بتقول ايه تعالوا نتعامل معه الابليكيشن ده اشوف الانسرز ابدأ اتعامل معاه ازاي حضرتك حاوز تجيب ريدنج يا مستر للولتاميتر طيب هو انا معايا الاي لا يا مستر مش معايا يبقى لازم استخدم الجنرال لولي الاي سوميشن في بي سوميشن اار طب البي بي عندي واللي التين يبقى السوميشن بتاعهم اللي هي 10 ماينس طبعا القيمة بتاعتنا 4 اللي 2 باتري over سوميشن اار عندي الار بتاعتنا 20 والار التانية 10 so the value of i equal 0.2 امبير طب انا جبت يا مستر الاي طبعا اجبنا الاي ابدأ اجيب الريدنج التاع البولتاميتر عندي اقولو from using or by using the equation v reading of voltmeter equal vb1 minus ir1 هي vb1 يعني البتاري الاولى بتن ووضع الرسل تمام كده minus i by r1 طبعا ال i اللي موجودة عندي انا حسبتها 0.2 by r1 القيمة بتاعة r1 اللي موجودة عندي اللي هي 10 ohm ثو الفاليو بتاعة ال v 8 volt ده دي طريقة وممكن طريقة تانية ممكن يا مستر طريقة تانية فعنا نشوف برضو هنطلعها بنفس القيمة ممكن اعملها in one step ممكن اروح اقول له ان ال v equals vb2 plus ir2 بغنى اروح اجيبها من البتاري التانية يعني هو البولتميتر هيقرى هنا وهيقرى هنا طيب ال vb2 عندي على circuit four volts plus the i اللي محسوبة total current اللي ماشي في circuit كلها كانت اتحسب من submission او ratio ما بين submission vb و submission r يبقى 0.2 قيمة r2 كانت عندي 20 برضو على الرسل يبقى برضو تديني نفس القيمة بتاعة reading البولتميتر هيقرى اغاية ايت بولت لتطبيق جديد نشوف بقى الفكرة بتاعة ال vb2 يعني انا من الشكل ده لو حضرتك استخدمت كارشوف لو قوانين كارشوف ال first and second ممكن which law is correct from this table يعني اني صفة عندي is correctly هنا طريقته صحيحة هل the first law the i1 by 0.05 ampere and i2 0.06 ampere and vab يعني potential difference between points a and v equal negative 9 or this data or table ده هتعامل معكم بالشكل ده زي كده بسرعة اول خطوة عندي لو انا روحت اشوف الشكل ده عشان اتعامل معك اولا انا هجأ اقول by applying the character of the second law انا لازم اروح اطبق character of the second law ليه مستقف الاول لو انا بصيت على الرسمة عندي من الفيجر القدامي ده في عندي الباص الاولاني واضح ان فيه هنا الجزء ده كده عندي فيه i2 هنا وفيه or هنا i1 sorry وهنا i2 الشكل القدامي ده بعدين يا مستر انا ممكن اقول ان 5 equal 50 i2 يعني 5 equal 50 i2 واضح عندي ان القيمة اللي موجودة هنا 50 odds مقاومة بتاعي طيب ما انا لو قلت كده اني i عندي اي اا ا او اللي بتمره هنا او ال something here equal ii fr يعني i2 في 50 كده انا ممكن اجيب قيمة الاي تو. الاي تو تلعت كام? ايوة تلعت يعني زيرو بوينت وان امبير. طب وبعدين حضرتك جبت قيمة الاي تو. خلاص تلعت بزيرو بوينت وان. احنا بنقرب منين هدي الاي وان عنزل لقيمة الاي وان. اللي موجودة. بصوا كده اروح اعمل ايه? اقول له على طول اعمل على الباص التاني ده بقى. اللي فوق. طيب ولما روح تعمل على السكند باص او الماثار او اللوب التاني ده. لقينا ان فايف عندي باتري دي. ماينس تيكس. اه لازم يقو بالماينس. عشان التاني. بلاس الفور. عشان هنا. يبقى انا اعمالة الفور بلاس فايف. ماينس سيكس بلاس فور. اللي عندي اللي فاضل في طيمة المقاومة اللي هي. كده هتديني القيمة بتاعتي اللي هي زيرو بوينت زيرو ثري. يبقى كده عندي موجودة. يبقى ناس عندي ايه? اروح اجيب البي اي بي. روح تحسب البي اي بي ازاي بقى? روح بوينت اي لبوينت بي. لقيت اني في اي مينس فايف مينس فور. شوف انا ماشي ازاي? على الباص ده. اروح لحد ايكوال البي بي. كده انا عرفت خراص اني في اي مينس ناين ايكوال بي بي. يعني البي ايكوال. ها عندي ناين بي. اشكر فريق الادارة العامة في التعليم الالكتروني بالوزارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.